اسمه تيماء حاج يحيا من مدينة الطيبة عمره 8 سنوات جت ببدي أكلان سموه مشان أقدم شعران واحد اسمه للكافية وواحد اسمه أطفاف تحت الحصار من الطيبة وصلتنا الموهبة الرائعة تيماء حاج يحيا تيماء حاج يحيا تبلغ من العمر 9 سنوات وهواياتها الرسمي والغناء والصفر والكراءة ولها موهبة رائعة في تأليف الشعر والخواطر والقصص وستقدم لنا خاطرة نثرية عن الأطفال ومعاناتهم في ظل الحروب وهي متأثرة بشاعرنا الكبير محمود درويش وتؤمن بالعبارة فكر بغيرك قبل أن تنام وهي تحب أن تعرف نفسها بابنة الشاعر والكاتبة والصحفية ريمة حاج يحيا فلتتفضل موسيقى إلى اللقاء في يافا أحبك يافا عروس البحر من أرضك يبزغ الفجر زرتك مع أمي في العيد وشاهدت الكون سعيد شوارعك جميلة المناظر الأشياء القديمة كالجواهر في طريقنا للمينة لركوب السفينة عرجنا على مسجد البحر يافا أرض وشاهدت البرتقال الحزين ذبل النوار وماتت الأزهار نضج برتقالك وسقط أرضا قبل أن يكتفه أبنائك الراحلين لكن نحن أطفالك فلسطين هنا صامدين وكلنا عائدين أطفال تحت الحصار ممنوع العنف والقتل ممنوع استخدام السلاح تعلموا من البراءة السماح تحدثوا لغة الورد والسنابل لا تطلقوا الرصاص القاتل لمنعوا نحتمل نبكي ونتألم نحن صغار نريد أن نتعلم من حقنا نحيا أجمل أيام نلعب نلهو ونغني للسلام أريد أن أملأ قلبي فرحا وسرورا فلازلت صغيرة بعمر الظهورة ألست صغيرة يا أمي الحبيبة أريد سماع أخبار ليست رهيبة سأملأ عقلي نورا بالعلم والذكاء وأحيأ في الوطن بروح الوفاء وفي الختام رسالة محبة وسلام لأطفال غزة وسورية طيور الحمام حزينة وأبكي عليكم يا أطفال الشام من حقكم من حقكم حرية وأمان وكل الأحلام ونرحب المسؤول مصطفى ناطور ترجمة نانسي قنقر